من جانبه أكد المقدم طبيب منافل قحطاني استشاري الأمراض المعدية بالمستشفى العسكري عضو الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا أن المملكة مستمرة في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية مجددا تأكيد على ضرورة التزام الجميع بكافة النصائح التي يقدمها الفريق الوطني للتصدي لهذا الفيروس لمنع تفشي المرض من ضمن التوجهات التي نسعي إليها من عودة الحياة إلى طبيعتها ولكن مع التأكيد على المحافظة والاستمرارية في الإجراءات الاحترازية الشخصية والمجتمعية في التعامل مع هذا الفيروس ومن هنا أحب أن أؤكد على أنها فعلا مسؤولية والتزام كل فرد في المجتمع والوقوف جميعا صفا واحد للحفاظ على هذه الانجازات التي انجزتها مملكة البحرين خلال الأشهر الماضية وطبعا تأكيدا على مبدأ مسؤولية الفرد في المجتمع على حد السواء في الالتزام بجميع هذه القرارات بالإمكان أن الواحد يمارس حياته الطبيعية قدر المستطاع منها التسوق عند الضرورة والذهاب إلى العمل ولكن بحذر واتباع جميع الاشتراطات التي وضعها الفريق الوطني من لبس الكمامة والنظافة الشخصية وقسل اليدين وعدم استخدام الأغراض الشخصية ترجمة نانسي قنقر